اخبار اليوم الذين استشهدوا خلال الهجوم الارهابي الغادر بشمال سيناء حيث ادوا صلاة الجنازة وقراءة الفاتحة على ارواح شهداء مصر وقاموا بتقديم العزاء لأسر الشهداء الذين لبوا نداء وطنهم وهم يفخرون باعلاء كلمة العدل والحق التي امر بها المولى عز وجل حضر مراسم الجنازة الفريق محمود حجاز رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية وأسر الشهداء